اهلا بكم في الباثوي تشانل النهاردة الحلقة بتاعتنا هتتكلم على سرطان هو في الواقع هو اكثر سرطان شيوعا في الانسان والميزة التانية بتاعته انه النتائج بتاعت العلاج بتاعته نتائج مبشرة جدا جدا فهو سرطان يعتبر يعني هنقول سرطان حميد رغم ان الكلمتين مش ماشيين مع بعض ولكن هو سرطان نتائجه كويسة جدا السرطان اسمه سرطان الخلية القاعدية او البيزل سل كارسينوما بالانجلش وانا متأكد انه ممكن كتير منكم يكون سمع او عنده فكرة عن الاسم دو نتيجة انه هو سمع النجاح لحد من القرائب او اصاب بعض منكم انا حابب انقش معاكو برضو الاسباب بتاعت سرطان الخلية القاعدية او هو في الواقع هتبقى مش بس الاسباب بتاعت سرطان الخلية القاعدية ولكن هيبقى اسباب للكانسرز او السرطانات بتاعت الجلد بصفة عامة اول مسبب هو التعرض الزائد لاشعة الشمس واللي اصده بكده انه يكون تعرض بطريقة مستمرة بطريقة متكررة نتيجة ظروف شغل معينة انه الانسان واقف تحت الشمس اشعة الشمس على طول نتيجة انه بيتحرك مثلا بمواصلات بيمشي في الشمس بطريقة مستمرة نتيجة مصيف نتيجة اسباب كتيرة جدا ممكن يكون الانسان بيتعرض فيها لاشعة الشمس ومش بس كده انه بيتعرض لاشعة الشمس وهو مش واخد الوقاية الكافية يعني ما بيستخدمش اي سانسكرين فيه ناس بتعتبر انه يعني مش مرجحة خالص انه ممكن يجي لها سرطانات او يجي لها سرطانات في الجلد هي تسمع بس لكن ما يجلهاش فده برضو مبدأ مش كويس فقريت ان احنا كلنا نتقي الاشعة بتاعت الشمس خاصة في فترات الصيف وفي المصايف ده هيقينا من سواء سرطان الخلية القاعدية او سرطانات اخرى الاسباب التانية ممكن تكون نقص المناعة شوية ساعات بيسبب سرطان الخلية القاعدية ممكن يكون نتيجة تعرض لاشعاع او حاجة ممكن برضو يقلل المناعة وبالتالي الانسان ممكن يجيله سرطان الخلية القاعدية دي ملخص عن الاسباب وانا برضو جاي بشريحة ميكروسكوبية بتاعت مرضى عندهم سرطان الخلية القاعدية لكذا سبب اوريكو الشكل تتخيلوه تحت الميكروسكوب هيبقى عمل ازاي الحاجة التانية والاهم ان انا اوريكو يعني ايه ان الشمس بتأثر على الجلد وبتصيبه وبتقتل اجزاء منه وممكن مش بس تجيب سرطانات زي ما ناس ممكن تقول تكون خايفة ولكن ممكن يأثر على الجلد انه حتى يعمل زي شيخوخة مبكرة كرمشة في الجلد بطريقة مبكرة لو الموضوع دو ما حصلش الوقاية منه طيب ايه هي الاعراض اللي ممكن نلاقيها او ازاي نكتشف انه ممكن يكون عندنا سرطان خلية قاعدية هو سرطان خلية قاعدية بيبقى ممكن يكون نتيجة ان في حسنة موجودة على الجلد والحسنة دي ابتدى شكلها يتغير يكبر لونها يغمق او ممكن يفضل لونها زي ما هو ده ممكن يكون عرض فبرجاء ان لو في اي حاجة تغير في حاجة طبيعية او كانت موجودة في الجسم من قبل كده نتجه ونبدأ نكشف ممكن يكون نتيجة بقعة تطلع بقعة على الجلد ولكن البقعة دي ما بتخفش دي حاجة تقلق ان حاجة ما بتخفش يبقى دي حاجة تخلينا برضو ندور على استشارة طبيب ممكن يكون تظهر عن طريق زي حسنة بس مش بلون الحسنة تبقى لونها فاتح شوية تمام ممكن يكون فيها شوية اوعية دموية زهرة تمام وممكن يكون حجمها صغير جدا ده برضو لو هي طلعة وما كانتش موجودة قبل كده دي حاجة تلفت النظر ان في حاجة بتحصل غريبة ولازم نستشير طبيب او نلجأ لدكتور يكشف علينا لو سرطان الخالية القاعدية انا قلتلكم ان هو سرطان يعني طيب مش سرطان عنيف لكن بيتطور بطريقة هادية جدا جدا هو بيتطور بطريقة هادية جدا جدا بس لو اهمل ممكن يوصل للمراحل احنا مش عايزين هيوصل لها يعني ممكن يسيب كرحة في الجلد وتاني هيبقى الكرحة دي ما بتخفش هنحاول نعليكها ما بتتعليكش دي تلفت النظر ان نروح نلجأ لطبيب يشوف ليه الكرحة دي ما بتتغيرش او ليه ما بتخفش يبقى ده ممكن يكون سبب تاني طبعا لما بيتطور السرطان دو في نتائج يعني او في مراحل ممكن مهملة جدا ممكن يوصل ويعمل الكرحة اللي قلت لحضراتكم عليها ممكن كمان يدخل اعمق في الجلد ممكن يوصل للعظم فهو سرطان برضو يعني هو سرطان فبردو نخلي بالنا ونحاول نلحقه بطريقة مبكرة اخر جزء في الفيديو بتاعنا قبل ما نروح على الشريحة الميكروسكوبية ونشوف التشخيص هيتم ازاي هو العلاج العلاج زي ما قلت لحضراتكم هو السرطان دو العلاجات بتاعته نكحة جدا وهي ببساطة جديدة ان احنا بنشيل الجزء اللي متصاب دكاترة الجلدية او دكاترة الجراحة من لدكاترة الجلدية هم بيشوفوا الورم دو بالديرموسكوب عندوهم سكوب معين او منظر معين بيشوفوا الجلد وممكن يقدروا يستنتجوا ان ده سرطان الخالية القاعدية فبيبعثو لنا ان دوان يا جماعة بيزل سال كارسينومة او سرطان الخالية القاعدية ودي عينة من الجلد او احنا شلنا الورم طب احنا الدور بتاعنا ايه كاباثولوجي لو هو عرف الدور بتاعنا ان احنا بنأكد ان ده فعلا سرطان الخالية القاعدية مش سرطان تاني ممكن يكون خطير الحاجة التانية بنقول الدكتور النوع بتاعه لان سرطان الخالية القاعدية فيه اكتر من نوع وما كلهم معظمهم حاجتهم كويسة او السرطانات كويسة الحاجة الاهم من كده بنعرف الدكتور هل شال الورم كامل ولا شال جزء منه ولسه متبقي جزء في الجلد محتاج يدخل تاني وياخد قطعة تاني في الجلد دول احنا بنعرفه ازاي هوريهولكو على الشريحة الميكروسكوبية ازاي بنقدر نقول للدكتور ان الورم تشال كله او محتاج يدخل يشيل جزء تاني فيه برضو عشان استكمال العلاج لو ما بيكون الورم ده طالع ممكن في اماكن حساسة ممكن ما بنشيلش او ما بيبقاش فيه تدخل جراحي ولكن بيبقى بالكي ودي حاجات ده كترة الجلدية يفيدوكو فيها اكتر هو من الاسباب بتاعته ان هو بيطلع نتيجة تعرض لاشعة الشمس فاحنا ممكن نستنتج الاماكن اللي بيطلع فيها اكيد مش بيطلع في مكان متغطي بهدوم ولكن موس اللي بيطلع في اماكن اللي هي عرضة للشمس اكتر زي الوش وزي الرقبة دول اكتر الاماكن اللي هما هيكونوا عرضة ان يجي لهم سرطان الخلية القاعدية لو عجبكم الفيديو ياريت تستكملوا معانا الحلقات اللي جاية وتعملوا سبسكريبشن في القناة وتعملوا شير وتفضلوا نبص على الجزء التاني بتاع الشريحة الميكروسكوبية النهاردة هشرح معاكم اشهر ورم ممكن يحصل فينا كبشر وهو الورم اللي بيحصل في الجلد اللي هو اسمه أو سرطان الخلية القاعدية سرطان ده مشهور جدا جدا وبرضو عشان تعرفوا التفاصيل بتاعته بيطلع فين اكتر حاجة وعلاجه ممكن يكون ايه والكلام ده كله تابعوا الجزء الاولاني بتاع الفيديو انا في الجزء دوان هشرح ازاي احنا بنشخصه تحت الميكروسكوب عشان انتو برضو تبقوا متخيلين عشان ابدأ بس انا هنا جايب جزء من الجلد الطبيعي وعشان احنا لسه ما عملناش فيديو للجلد الطبيعي النسيج الطبيعي فانا هشرح بس بطريقة مبسطة ان الجلد متكون من طبقتين اساسيتين اللي هو الطبقة اللي فوق ده هي اللي انا بشاور عليها ودي بنسميها الإبيديرمس وبعدين في طبقة تحتها كبيرة اللي هو اسمه الديرمس متكون من جزئين جزء فوق وجزء السوفلي اللي اسمه الجزء ده جزء طبيعي في الجلد تمام ولكن تعالوا ندخل دي غضط عرقية باي دا وي يعني دي غضط عرقية طب تعالوا ندخل على الجزء اللي احنا بنقول انه ها مش طبيعي شوفوا هتلاقوا الشكل هنا ابتدى يتغير ابتدى يكون فيه تكتلات ما كانتش موجودة قبل كده كل دي تكتلات ما كانتش موجودة ولسه كمان هندخل اكتر لجوه شايفين الكتلة الكبيرة ده هي انا هجبها لكم على تكبير ابسط او اقلل التكبير شوية عشان نقدر نشوف اكبر قدر ممكن من الورم الورم هو دوان الورم ده مميز جدا تحت الميكروسكوب وعادة احنا ما بنحتاجش نروح على تكبير كبير علشان نشخصه لانه بيبقى متشخص من الكتل اللي بيبقى عاملها لونه بيبقى غامق زي ما انتو شايفين بالمقرنة بالخلايا اللي حواليه ويتميز بحاجة مهمة جدا ان الاورم دي كلها بتاعت الجلد بتطلع في الحتة اللي متعرضة للشمس ودي هنا بنبين وبأكد تاني على مخاطر الشمس على الجلد لازم نحترس شوية من الموضوع مفيش فيها شطارة مفيش فيها حد اقوى من حد ولكن الجلد كله بيتأثر بالشمس ومش بس ان انت تطلع او يحصل ورم زي اللي انتو شايفينه دوان ولكن بيحصل تهالك للجلد يعني الجزء دوان انا من غير لما اشوف الورم بعرف ان الشخص ده تعرض للشمس لان الجزء ده اللي هو نفاتح يعني الجلد فيه ابتدى يتغير ويموت ويتخلق خلايا جديدة علشان التعرض الجامد اللي بيحصل للشمس هنرجع للموضوع ده يمكن بعدين هوريها لكم على تكبير اكتر ولكن هنا ده الورم بتاعنا اللي احنا بنقول عليه اللي هو الاخساراتنا الخلية القاعدية ومن المميزات بتاعته اللي بتخلينا نشخصه من غير لما ندخل على تكبير عالي اللي هو بيبقى زي ما تكون متحوط من عالجنب بنقول زي ما يكون ليه صور وممكن الصور ده نشوفه على تكبير اكبر من كده عشان اوريه لكم على طول خلينا نروح على تكبير بسيط طيب من هنا من التكبير دوا احنا بنميز الورم ده انه ليه صور لو تلاحظوا هنا انا بحاول ازبط الفوكس تلاحظوا انه في زي صور لونه غامق شوية والخلايا فيه وقفة بطريقة معينة محوطها الخلايا اللي جوه ده بنسميها او التصوير اللي بيحصل للورم دوا فيه اورم تاني كتير بتطلع ولكن لونها بيبقى مختلف شكل الخلية بيبقى مختلف وما بيبقاش ليها الصور اللي معمول حوالين المجميع ده الحاجة التانية بس يمكن مش ظهرة هنا قوي ان الورم دوا في كتير من الاحيان بيبقى معمول زي او بيبقى داخل جوه بعيد عن الخلايا او بعيد عن النسيج اللي حوالين بس هو مش باين هنا قوي يعني اهو زي الحتة ده الجزء ده وانت لقوه داخل جوه يعني بتصور وداخل جوه دي حاجات key features او مميزات جمدة جدا لسرطان الخلية القاعدية العلاق بتاعه مجرد ان احنا بنشيل الورم وهقول لكم دورنا ك pathology او club بنعمل ايه لما بنستقبل عينة زي كده الدكتور لما بيبعث العينة بيبقى عايز يسمع كذا حاجة في report احنا مفروض بنبلغ خاله اول حاجة بنقوله انه فعلا التشخيص لانه هو بيبقى شاكك في الموضوع دوا بنقوله ان التشخيص فعلا سرطان خلية قاعدية فده بيريح الدكتور لانه العلاج بتاعه كويس والنتائج بتاعته كويسة تاني حاجة بنقوله النوع بتاعه فيه كذا نوع من سرطان الخلية القاعدية معظمه او موسكلي كله بيبقى اسمه nodular اللي هو بيبقى شكله زي ما جميع بتتكون هنا وده اكتر نوع احنا بنشوفه الحاجة التانية اللي تهم الجراح او تهم دكتور الجلد ان احنا نقوله ان الورم كله طلع مفيش اي ورم على الحروف بتاعة النسيج احنا هنا بندهن النسيج عشان لو فيه ورم نعرف انه في الناحية الشمال لا في الناحية اليمين وندي بيان للدكتور فهنا بنقوله او في العيانة اللي انا شايفها الخلايا هنا كلها سليمة الورم كله متحوط في الحتة دي فبقول للجراح ان الورم كله اتشال يعني انت مش محتاج تدخل تشيل اي حاجة تاني من المريض ودي الناحية التانية كمان الورم كله هنا متشال وفيه كمان حتة زيادة مفهاش ورم فدي تاني او تالت نقطة بنقولها للدكتور ده تخيلوا معايا ان الدكتور شال وقطع من هنا وانا شفت ان الخلايا السرطانية دي لسه موجودة او متكملة في حتة انا مش شايفها هقوله هيروح الدكتور يدخل ياخد قطع زيادة انا كده شرحت الورم او السرطان دوا باختصار وبطريقة ممكن نفهمها كلنا لو عندكم تساؤلات طبعا اهلا وسهلا بيكم ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا اه لايك وتعملوا سبسكريبشن اه للقناة بتاعتنا شكركوا شكرا لكم